عبد الكريم وأفنان على غرار المواطنين السعوديين وطلب العالقين في الإمارات لمدة تتجاوز الشهرين ونصف توجهوا اليوم إلى مطار دبي الدولية بهدف العودة إلى أرض الوطن ضمن رحلة مبرمجة على متنها 247 مسافراً متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام في الفترة اللي فاتت كنت حاب أرجع السعودية بحيث أني أقضي رمضان وأقضي العيد مع أهلي لكن نظراً للظروف تم تعليق الرحلات بين بلدين الحمد لله يعني السعودية والإمارات إحنا أخوان لكن بعد واحد يحب يقضي رمضان ويحب يقضي العيد مع أهله فالحمد لله اللي يطيهم أفعال في السعودية تكلمونا وقالوا أنه فيه برنامج للراغبين بالعودة للمملكة سجلوا فيه تفضلتم سجلنا فيه والحمد لله تجاوبوا معنا تجاوب كان سريع حتى مددوا بالنسبة للتسجيل مددوا فيها أكثر من أسبوعين فهذا كان جهود جبارة منهم قنصلية المملكة في دبي وبهدف تسهيل عملية الإجلاة وتسريعها فتحت منصة رقمية على موقعها لتسجيل العالقين والمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من خلال المنصة ترسل رسائل إلكترونية لكل مسافر لتأكيد تفاصيل السفر وهو ما ساهم في تنظيم الرحلات بالتنسيق مع الخطوط السعودية قدمت على المنصة للرغبين في العودة للسعودية والحمد لله تم قبولي وقبل صباح تقريبا تواصلوا معي وأرسلوا رسالة من أفحال التأكيد وأكد وإن شاء الله حمد لله بعد يومين أرسلوا لي التذكرة تواصلت معي القنصلية بخصوص الوقت والمتمنة عشان يكون متواجدة في المطار والله يعطيهم العافية ما يقصروا معي يعني اليوم الخدمات في المطار جدا جيدة المساعدة اللي قدمتها القنصلية جدا رائعة صراحة الشكل للدولة والشكل للملك سلمان الله يعطيهم العافية رب ما يقصروا عسلمان مالكنا عسلمان والشعب كله يردد عسلمان أحب ملك سلمان ومحمد زايد الإجراءات في مطار دبي تتم بسلسة من خلال استعمال تطبيقات لوحية لتأكد من قوائم الركاب ومن ثم يستكمل المسافرون إجراءات سفر الأخرى في ظل محاذير طبية تشمل فحص كورونا قبل الصعود إلى الطائرة رحلة جديدة ستقلع بعض لحظات من مطار دبي دولي باتجاه مطار الملك فهد بمدينة الدمام حاملة على متنها 247 مسافرا سعوديا كانوا عالقين هنا في الإمارات العربية المتحدة لقناة الإخبارية عبداللطيب بخوش دبي